هذه كبيرة من الكبائر وهذه جرأة على الله وعلى رسوله وصاحبها مقترفها عامدا متوعد بعذاب من الله سبحانه وتعالى ننصر الله تعالى أن يتوب على الجميع وهذه فرصة مثلا رمضان فرصة لمزيد من الاقتراب إلى أمام وفرصة لضبط الزمام زمام النفس وفرصة لأن كل لحظة فيه تساوي عمرا كل لحظة فيه فهي ثمينة فالعاقل الذي يريد النجاة عليه أن يستثمر كل لحظة في رمضان إما في ذكرين أو في قراءة قرآنين أو في نفع لمسلمين أو في قضاء حاجة أهله أو في الإحسان إلى أهله زوجه وإلى أولاده المهم أن يستثمر أي لحظة فيما يرضي الله تعالى وفيما يجعل صومه إن شاء الله في موضع الاعتبار أن يصون لأن الصوم صوم وصون أن تصوم وتصون فالإنسان يصون نفسه وبذل أن يشتغل بأمور أخرى تصرفه عن جوهر الصوم أن يشتغل بذكر الله تعالى وبالدعائه وبالاستغفار وأن يستغل لأن كل أوقاته هبات سنية متقبلة رمضان كله هبات تنزل من الله تعالى وكله نفحت ونفحت الله ينالها المتعرض الذي يتعرض له ويحرمها المعرض الذي يعرض عنها فالإنسان ينشغل الأولى الأولى أن ينشغل بما ينفعه في معاده وفيما يصون صومه وفيما يرقه متى هو يدفعه إلى مزيد من الاقتراب من الله سبحانه وتعالى